دماء على أبواب المنطقة الخضراء وفوضى في الأرجاء هذا ما تبقى من الاحتجاجات التي شهدتها مداخل المنطقة في بغداد حيث تحولت إلى أشبه بسحة حرب أشعلت نيرانها نتائج الانتخابات العراقية التي رفضتها فصائل الحشد فاشتدت الاحتجاجات التي شهدت مواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن أصفرت عن سقوط قتل ومصابين خصيلة ثقيلة دفعت القيادة العليا في البلاد إلى الدخول على خط الأحداث الدامية حيث أمر رئيس الأزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيق عليا للنظر في أحداث تظاهرات أمس الجمعة وفور صدور الأمر بشرت اللجنة تحقيقاتها حسب بيان لقيادة العمليات المشتركة كما تعهدت السلطات بدفع تعويضات لضحايا الاشتباكات فيما سيقدم المقصرون للمساءلة فالكاظمي كان قد أكد على قوات الأمن عدم إطلاق الرصاص الحي تحت أي ظرف كان فيما طلب الفصائل السياسية بالتهدئة واللجوء إلى الحوار وبدأ المئات من مناصر الحجر الشعبي قبل أكثر من أسبوعين احتصاما قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد حيث يقع أيضا مقر المفوضية العليا للانتخابات احتجاجا على ما اعتبروه تزويرا شاب الانتخابات التشريعية المبكرة ونظرت المفوضية العليا للانتخابات في هذه الطعون وقررت إعادة فرز وعد الأصوات يدويا ولكن لم تسفر عملية العد والفرز عن تغيير كبير في النتائج الأولية المعلنة لكن هذه النتائج لم ترق للأحزاب الخاصرة التي لجأت للشارع في محاولة لتحقيق مكاسب تمكنها من الحصول على دور أكبر في المشهد السياسي العراقي